اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن خذنا جولة في خواص وفضل سورة الفاتحة بقي علينا أن ندخل في أجواء سورة الفاتحة وأول آية من آياتها البسملة البسملة التي قيل في فضلها أن القرآن كله في الفاتحة والفاتحة في البسملة وفي الحديث المشهور على الألسنة أنه بالبسملة والبسملة بالباء وأنا الباء إلى آخره نقف إن شاء الله على بعض هذه النقاط المهمة والحديث في البسملة بالذات طويل الذيل يعني فيه تفاصيل كثيرة وكذلك كما وقفنا على خواص وفضل سورة الفاتحة سوف نقف وقف شبه المفصلة حول خواص وفضل البسملة بالذات لأن البسملة آية عظيمة لها شأن من بين آيات القرآن الكريم القرآن افتتح آياته بالبسملة الله سبحانه وتعالى افتتح الآيات بالبسملة وافتتح فاتحة الكتاب كذلك بالبسملة بل أن البسملة ابتدأ الله بها كل شيء وندبنا إلى افتتاح كل شيء بالبسملة كل شيء نريد أن نفتتحه نبدأه لا بد أن تكون البداية فيها البسملة لكن وقع كلام بين المفسرين وبين العلماء بل وحتى الفقهاء في مسألة مهمة لها أثر عملي يعني لها أثر فقهي لها أثر مهم وهي هل أن البسملة من القرآن أو ليست من القرآن طبعا السؤال يحتاج شوي توضيح لأننا أساسا نشوفها مكتوبة في القرآن ولكن السؤال هل أن البسملة من المنزل المعجز أم أنها نقرأها لبداية السور فقط وهنا اختلف المسلمون في هذا الأمر إلى ثلاثة آراء هل البسملة من المنزل من الكتاب المنزل الذي أنزله الله المعجز لأن الله سبحانه وتعالى هم عند كلام أنزله ليس من القرآن المعجز مثل شنو ربالكم الحديث القدسي الحديث القدسي من الله سبحانه وتعالى أو بعض الإضافات التفسيرية للقرآن التي رواها رسول الله صلى الله عليه وآله هي من الله ولكنها ليست من الكلام المعجز ليس من القرآن من هنا وقع الخلاف هل أن البسملة جزء من القرآن أو ليست جزءا من القرآن الرأي الأول أن البسملة الآن نعدد العراء ونجي إلى رأي الشيعة الإمامية ونقدم الأدلة على ذلك الرأي الأول أن البسملة جزء من الفاتحة ومن كل السور الأخرى باستثناء أي سورة اللي ما فيها بسملة براءة عفية فالبسملة على هذا الرأي هي جزء من القرآن الكريم بهذا التفصيل أنها جزء من الفاتحة وجزء من كل سور القرآن ما عدا سورة براءة الرأي الثاني أن البسملة ليست جزءا من القرآن الكريم إلا في مورد واحد وهي في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صاحب هذا الرأي يقول أن البسملة ليست من القرآن إلا في سورة النمل في هذا المورد هذه الآية فقط زين البقية شنو؟ البقية لا مجرد افتتاح مجرد افتتاح آداب أن نفتتح القرآن بالبسملة هكذا أمرنا وهكذا نتعبد الرأي الثالث فيه تفصيل بين سورة الفاتحة وغيرها وغيرها من السور فيعتبر البسملة جزءا من سورة الفاتحة على الخصوص فقط هذا الرأي الثالث البسملة جزء من الفاتحة من السبع المثاني وأما في غيرها فليست جزءا من القرآن إلا أي سورة قلنا؟ سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا آية موجودة ضمن الآيات الشريفة ليست في بداية السورة ليست في مقتبلها في افتتاحها إذن الرأي الثالث يفصل بين سورة الفاتحة وبين سائر السور يقول هي جزء من الفاتحة طبعا كل رأي منها هالآراء له قائل به من المسلمين فعندنا ثلاث آراء صار الرأي اللي يقول أن البسملة جزء من الفاتحة ومن كل السور إلا براءة الرأي الثاني اللي يقول أن البسملة ليست جزءا من القرآن باستثناء أي سورة سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم الرأي الثالث اللي يفصل زين يفصل يقول في سورة الفاتحة هي جزء بالخصوص أما في غيرها فليست بجزء طبعا من خلال مراجعة الروايات وتأريخ هذه القضية هذه قضية كانت مطروحة من صدر الإسلام وصار عليها خلافات وصار عليها يعني عقوبات وصار عليها إقصاء خصوصا في أثيرة للنقاش في عهد معاوية ابن أبي سفيان بشكل واسع وكانت قبل مطروحة وبعد مطروحة وهي مسألة خلافية طبعا رأي الإمامية هذا اللي إهمنا إحنا من هذا الخلاف رأي الشيعة الإمامية الرأي اللي يتبنى مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في أن البسملة جزء من القرآن الكريم في كل السور في الفاتحة وفي سائر السور ما عدا أي سورة قلنا براءة زين إلا في سورة براءة أما في سورة النمل فهي آية آية موجودة من الآيات الكلام في بداية السور طبعا هذا له أدلة كثيرة نختلف نحن مع كثير من المسلمين في هذا الرأي ونثبته بناء على ما ورد عن أهل البيت عليه وسلام ولنا أدلة المرحوم السيد الخوئي رحمة الله عليه وسوف نقف على كلامه بالتفصيل فقط أشير إلى رأيه إجمالا في هالقضية يقول اتفقت الشيعة الإمامية شوف إذن أكو اتفاق على أن البسملة آية من كل سورة بدأت بها بحسب هذا الرسم القرآن الموجود بيدنا أي سورة بدأت بالبسملة فالبسملة جزء من السورة وذهب إليه ابن عباس وابن المبارك وأهل مكة كابن كثير وأهل الكوفة كعاصم والكسائي إلى آخر كلامه رحمة الله عليه ورح نوقف عليه في خاتمة هذا البحث إن شاء الله زين ما هي الأدلة على ذلك الحين عرفنا أن البسملة جزء من جميع السور إلا سورة واحدة وهي براءة الفاتحة وسائر السور خلاف كثير من المسلمين الدليل الأول هو الإجماع مثل ما قال ذكرنا كلام السيد الحول قال اتفقت الإمامية أكو اتفاق والمقصود بالإجماع يعني علماء الإمامية اتفقوا على أن البسملة جزء من الفاتحة ومن كل سورة براءة وليش هذا الإجماع حجة طلبة العلم يعرفون هذا التفصيل هذا الإجماع حجة ويأخذ به باعتباره يولد اليقين عندهم بصحة هذا المضمون عندما يكون كاشفا عن رأي المعصوم لما يتفقون علماء الإمامية وكبارهم جيلا بعد جيل فهذا يكشف عن رأي المعصوم ومن هنا أخذ هذا الدليل حجيته وكل أداة تثبت إثبات يكشف عن رأي المعصوم أي طريقة من طرق البرهان هذا خلوا في بالكم أي طريقة من طرق الدليل تؤدي إلى الكشف أو بلوغ رأي المعصوم عليه السلام فهذه تكون مسار للاتباع عند أتباع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم طبعا هنا أشير إلى نقطة مهمة هذا الدليل هذا الدليل شيعي بحت نحن نحن نقدر نقول إجماع الأمة أو إجماع علماء الشيعة دليل عند غيرهم لكن ممكن أن نسوق هذا الدليل بطريقة بحيث يكون حجة أيضا عند غيرنا من المذاهب الإسلامية كيف يعني ممكن أن ننطور فكرة الإجماع ونوسع فيها بحيث أنه تشمل هذه الفكرة المذاهب الأخرى أو التيارات الأخرى باعتبار أن المذاهب كلها والفرق الإسلامية كلها مجمعة على أن شوف أولا هذا أولا باعتبار أن المسلمين كلهم كل المسلمين قد اتفقوا على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الأعلم بين الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مو محل خلاف زين هو إمام المسلمين هو أعلمهم في شؤون القرآن وعلوم القرآن وما يختص بالقرآن بل دلت الأدلة الآن مو وقت أن أنا أسوق الأدلة بالتفصيل دلت الأدلة على أنه أمير المؤمنين عليه السلام هو مؤسس علوم القرآن وعلوم القرآن ترجع له وهو أحد كتاب الوحي إنسلمنا يعني بهال الأصطلاح هذا الذي هو دارج في كتب غير الشيعة أساسا الذي هو كتابة الوحي وكتاب الوحي زين هو أحد كتاب الوحي الأساسيين زين أمير المؤمنين ما في خلاف بين المسلمين إنه أحد كتاب الوحي الأساسيين زين فإذا أضفنا هذه المقدمة لهذا الاستدلال حينئذ يكون إجماع علماء الإمامية اللي هو كاشف عن رأي أهل البيت في أن البسملة جزء من الفاتحة ومن كل سورة عدا براءة يكون ملزم لسائر المسلمين لأن إحنا نقول بأن هذا رأي الإمامية كاشف عن رأي أهل البيت وأهل البيت عليه السلام سيدهم علي أمير المؤمنين سلام الله عليه زين فيمكن هذا أن يكون دليلا لكل المسلمين على أن البسملة جزء من القرآن الكريم باعتبار أن الإمام أمير المؤمنين هو أعلم الناس بالقرآن بإجماع المسلمين أنفسهم هذا ما في خلاف بين المسلمين موكول إلى محلة لكن البرهان قام عليه فإذا ثبت قوى الأمير المؤمنين عليه السلام ثبت النص القرآني ونسبة البسملة إلى جميع السور هذا أولا الآن نحن نحن نوسع في استدلالنا حتى يشمل سائر المسلمين ثانيا نحن عندنا هذا الحديث المشهور الذي رواه المسلمون جميعا رواه الترمذي وأسد الغابة وكثير من المصادر وكلكم تحفظونه إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي هذا الحديث يدل دلالة واضحة لا شك فيها على أن أهل البيت سلام الله عليهم حجه دليلنا نحن الذي هو الإجماع الذي هو ينتقل من علماء الإمامية قلنا أنه كاشف عن رأي معصوم يدل دلالة واضحة على أن الرأي لأهل البيت عليهم السلام فإذا كان الرأي لأهل البيت فهم أحد الثقلين أو الثقلين الذين نص الذين نص رسول الله على التمسك بهما فيصير حين إذن إجماع علماء الإمامية اللي كاشف عن رأي المعصوم أهل البيت ملزم لسائر المسلمين لو ملزم يكون ملزم لهم طبعا إحنا الوقت إذا همنا عندنا بعد الإجماع الدليل الثاني وين إحنا وين نتكلم نتكلم بأن البسملة ذكرنا الخلاف على أن البسملة جزء من القرآن أو ليست بجزء ثم ذكرنا إجماع الإمامية مثل ما ذكرنا اللفظ الذي قرأناه للسيد الخوي رحمة الله عليه اتفاق الإمامية على أن البسملة جزء ذكرنا الدليل الأول الذي سميناه الإجماع يبقى الحديث في الدليل الثاني اللي هو الروايات الواردة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار